استقبل المتحف المصري الكبير 68 قطعة أثرية من بينها 16 قطعة من كنز الملك توت عن خامون أوضح مساعد وزير السياحة لشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير أن القطعة الأثرية تتكون من 52 قطعة أثرية ضخمة من الأثار الثقيلة التي ستم عرضها داخل قاعات العرض الرئيسية بالمتحف مضيفا أن 16 قطعة الخاصة بالملك توت عن خامون تتكون من مجموعة متميزة من الأواني المصنوعة من الألباستر اشتركوا في القناة